البريكس المنعقد حاليا في دولة جنوب افريقيا وافق رسميا على انضمام ست دول الى تجمع البريكس بشكل رسمي اعتبارا من شهر يناير الفين اربعة وعشرين يناير القادم يعني بعد اربع خمسة شهر من هذه الدول تلت دول عربية اللي يهمنا فيهم بلدنا مصر مصر ستصبح منذ بداية العام الجديد يناير الفين اربعة وعشرين عضوا اساسيا وفاعلا ورسميا في تجمع البريكس ليه بقى بتقول يا تامر ان هذا الخبر ايجابي والعلاقة بنظرة تفاولية على المستقبل وعلى قريطة العالم اولا نبدأ بفكرة خريطة العالم المتابع واتمنى تكونوا حالكم متابعين لانه للأسف في ظل الاوضاع الاقتصادية والاقتماعية الصعبة الكل بيبقى منغمس في الحياة وفي مشاكل الحياة واعباء الحياة والتزابات الحياة والمصروف والاراد وكذا وكذا والديون واللقصات وبيبقاش عنده وقت قوي ان يبص على الصورة العامة شكلها عامل ازاي احنا دورنا بقى في الاعلام ان احنا ندي الحراك هذا الجزء الغائب من الصورة علشان الفكرة تكتمل عندك المتابعين للاحداث بقالوا شهور بقالوا شهور طويلة لازم يتأكد انه خريطة العالم السياسية بتتغير ومراكز القوة في العالم بتتغير والتوازنات والتحالفات الجديدة هي المحور الاساسي في الخريطة الجديدة السياسية للعالم التي تتغير وطالما اقتنعنا وارتضينا وتابعنا ان خريطة العالم السياسية بتتغير لازم وانت مغمض تعرف مباشرة ان الخريطة الاقتصادية كمان هي هتتغير اوتوماتيك اوتوماتيك من غير اي اجتهاد الشاطر دلوقتي الشاطر دلوقتي هو اللي يلحق يحط له مكان او يضع لنفسه قدم في الخريطة الجديدة بتاعة التكالبتورات الاقتصادية طيب تكتل البريكس او تجمع البريكس ايه اهميته او ايه قوته او ايه تأثيره مستقبلا بسيط جدا تجمع البريكس بيمثل الدول اللي بتحاول تبقى فاعلة وبتحاول تبقى مؤثرة وبتحاول يبقى فيه نوع من انواع العدالة الاقتصادية على مستوى العالم مش فيه الدول المسيطرة اقتصاديا بالفعل والمتقدمة والصناعية زي تجمع اه قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى ولا تقمع تجمع العشرين وكذا دي دول بتحاول تزيد سيطرتها وتزيد احتكارها على اقتصاد العالم هذه التجمعات اللي بقولك عليها زي قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى وقمة العشرين وقمة مش عارف كذا دي الدول التقيلة الاستعبارية سابقا المستحوذة على الاقتصاد العالمي بنسبة كبيرة حاليا طب بتجمع ليه بتجمع عشان تحافظ على مصالحها وتزيد احتكارها وسيطرتها الكاملة على الاقتصاد العالمي فبالتالي الدول اللي زينا كده لا فائدة تذكر لنا من هذه التجمعات تجمع البريكس يمكن ان يطلق عليه تجمع الدول الاقتصادية النامية المتطورة اللي عندها مزايا نسبية يمكن ان تضعها في مصاف الكبار مستقبلا يمكن ان نطلق عليه تجمع دول الجنوب شوية ينفع طيب دي مزايا بس لا في ميزة اساسية لو ما عندوش مصادر قوة هذا التجمع يبقى مش ينفع يبقى موجود ولا مؤثر طب ايه مصادر قوة البريكس انه يمثل ما يقارب من تلت تجارة العالم تلت اقتصاد وتجارة العالم موجود في الدول بتاعة البريكس سواء اللي موجودة او اللي هتتضم لها زي ست دول اللي انا قلت رح لكم عليها تلت تجارة العالم ده ده رقم ضخم يرحمكم الله الحمد لله والشكر لله ورحمكم يا رب تلت تجارة العالم رقم ضخم متخيلين فبالتالي اما انت تكون جزء فيه هتخش فيه التكنولوجيا المسيطرة على هذه التجارة وهتخش على تجارة الترانزيت اللي موجودة في هذا التلت وهتخش على التبادل الاقتصادي والتجاري في اعلى مستوياته في هذا التلت والتلت ده بيتعامل مع التلتين التانيين ففي التالي القيمة النفعية او القيمة الاقتصادية لهذا التلت هتكبر وكل ما التلت ده يقوى والدول الاعضاء في اقتصادها قوي ومتكامل التلت يبقى نص والنص يبقى تلت تربع وانت ماشي شطرتك في ان انت توسع رقعتك الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مش تساعد في انكماشا ده ده جزء ده جزء بس الجزء التاني بقى المتعلق به اللي احنا كلمنا في مبارح وهو موضوع الدولار ودي قصة مهمة جدا طب احنا اعلاقتنا بالدولار يا تامر علاقتنا سهلة احنا من اكتر الناس المتأزين انا بكلمكم كلام بسيط مانوش علاقة بالتقاعر الاقتصادي والنظريات الاقتصادية العالمية احنا من اكتر الدول او من مجموعة من الدول اللي متأزية من سيطرة الدولار على سلة العملات وسوق العملات ليه لان احنا دولة للاسف حتى اللحزة دي بنستورد اكتر مما نصدر فبالتالي بنحتاج الى العملات الصعبة بنحتاج ان احنا نجمعها ونصرفها اكتر من رقم العملات الصعبة اللي بيخشلنا من بصادر الدخل بتاعتنا اللي بيجيه عملات صعبة سهلة فبالتالي طول ما الدولار هو المتحكم والمسيطر وهو معيار سلة العملات احنا بندور بس طول الوقت عالدولار عايز تستورد من امريكا بتدور عالدولار عايز تستورد من روسيا بتدور عالدولار عايز تستورد من الصين بتدور عالدولار عايز تستورد من الهند بتدور عالدولار عايز تستورد من اي حتة بتدور عالدولار. فبالتالي الطلب على الدولار بيزيد. فبالتالي بيشح. فبالتالي بيعلى. سهلة وبسيطة. طيب اللي بيعمله تجمع بريكس ايه? واحد من اهدافه ان يبقى فيه عدالة كمان في سلة العملات. عدالة في ان العملات اللي موجودة في العالم تبقى عملات كلها سخنة. وكلها تبقى مستخدمة ومطلوبة. بمعنى حضرتك لما تيجي تتعامل مع روسيا تتعامل معهم بالروبل. الروسي. مش تتعامل بالدولار. مش انت روسيا بتتبادل تجاريا وامريكا هي تستفيد. الوضع الحالي كان كده. اي دولتين بيصدروا بيستوردوا مع بعض. امريكا هي اللي بتكسب. لان هما بيتابدلوا تجاريا وبتعاملوا بالدولار. فدلوقتي انا استورد حاجة من روسيا قديهم روبل. روسيا بتستورد حاجة من مصر تديني جنيه. سهلة وبسيطة فيبقى الطلب على الجنيه بيزيد والطلب عن رومي بيزيد طيب مصر والصين يبقى الجنيه واليوان مصر واليابان يبقى الجنيه واليين مصر والهند يبقى الجنيه والروبية سهلة وبسيطة فبالتالي الطلب على باك العملات اللي كانت تشبه العملات الميتة هيزيد والطلب على الدرار اللي هو كان العملة السخنة الوحيدة هيقل فحيبقى فيه توازن نسبي مش بقولي الكلام ده هيخلص ازبط الدولار بس هيقلل كتير جدا من معاناتنا هيبقى فيه في سلة العملات طلب على كتير من العملات اللي دولها بتتبادل تجاريا مع الدول الاخرى عشان كده دي واحدة من الاستفادات الاساسية اللي هتحصل ده تقريبا كل ما لها علاقة بقصة البريكس وتجمع البريكس وقبول مصر كعضو في البريكس واهدفنا من البريكس ثم موضوع الدولار وتأثره من تجمع البريكس يبقى نقطة مهمة قبل معرض لحراكم تقرير فيه التفاصيل والمعلومات الرسمية حد هيسمع هذا الكلام فيقول لي ايوه يعني يوم السابت الجاي الدولار حينزل هيبقى 20 جنيه حاولوا لا هذه امنية ودعوة وترقب بس مش حقيقة لان في عالم الاقتصاد وفي تغير الموازين بتاعة القوى الاقتصادية العالم وتغير خريطة العالم السياسية مفيش حاجة بتحصل بين يوم وليلة اي تغير بيحصل بيبقى له جدول زمني يقعد سنة اين تلاتة وفي حاجات ممكن تقعد عشرة وعشرين سنة لحد ما يباني تأثرها بس مشكلتنا احنا الجماهير احنا الجماهير ما انا مش منصب رسمي انا مسؤول ووزير ولا رئيس جمهورية ولا اي منصب رسمي في اي حتة في العالم فاحنا في صفوف الجماهير الجماهير دايما بتبص على ايه بتبص على حياتها ومعيشتها وموازنتها الخاصة اللي هو مرتبي او دخلي والمصرفات اللي مصرفها فانا نفسي المصرفات دي تقل والدخل يزيد ففي ناس متوقع ان احنا نضمنا للبريكس في يناير فوبراير الدولار حيبقى بخمسة جنيه ونصف والاسعار حتنزل والحياة حتبقى حلوة والحياة مش مش الكلام انا بقوله ده مش مش خيال ده تفكير حقيقي بيحصل عند ناس كتير اوي والدليل البوست اللي كتبوا النهاردة شاعر المصري المعروف عن ترهلال طبعا انتم عارفين مين عن ترهلال واحد من الشعراء المعروفين واللي له عشرات عشرات ايه مئات 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 الاغاني اللي كانت موجودة في التمانينات والتسعينات وبداية الالفنات كاتب ايه عن ترهلال النهاردة تعليقا على انتمام مصري لتجمع البريكس كاتب اهو قدينا نضمينا للبريكس بقالنا خمس ساعات وبردك الاسعار ما نزلتش طبعا طبعا البوست اللي كانت بوان ترهلال ده ايه افيه افيه يعني هزار يعني تعقيب في صيغة النقطة عارفين كده عامل زي الكاريكاتير عارف الكاريكاتير في الصحف اللي هو بيبقى رسام الكاريكاتير عايز يقول رسالة او عايز يعقب على حاجة وبيستخدم لها اسلوب ساخر ومن خلال الرسم الكاريكاتيري فتعقيب او بوست عن ترهلال اقرب ما يكون الى الكاريكاتير الساخر اللي بيعقب فيه على القرار والحقيقة انه رغم سخريته وتهكمه والإفلي فيه بس هو عنده حق هو عنده حق انه بالنسبة للناس بالنسبة للجماهير بالنسبة للشعوب كلها بتاعت العالم اللي بيحصل في التفكير اللي بيحصل انه الله مش احنا عملنا كزا الاسعار ما نزلتش ليه الاوضاع ما تغيرتش ليه المعاناة ما قلتش ليه وكأن انضمام دولة للبريكس هيدوس على الظرار ينزل الاسعار فعشان كده كاتب عنده الهلال قدينا بقى انه خمس ساعات هوا منضمين للبريكس وما حصلش عاكل هنا اللي انا بقوله ده ليس تهكما على نظرة الشعوب والجماهير للاحداث السياسية وقتصادية ابدا بل تقريبا العكس تماما انا اللي انا حرست على اذاعته في بوست عن ترهلال ان انا عايز اقول رسالة لصناع القرار مش للجماهير للمسؤولين في الحكومات مش للجماهير ولا الشعوب ان خلوا بالكو يا سادة وانتو بتصنعوا السياسات وانتو بتصنعوا القرارات وانتو بتزبطوا الخطط بتاعتكو خلوا بالكو ان المواطن مالوش في الليلة دي انا والجماهير والناس مالناش في الليلة دي لا بنقعد معاكو على الترابيزة بتاعت صنع القرار ولا بنفهم معاكو في موضوع السياسات والخطط الاكتوارية والارتوازية والتراكمية والحاجات المهمة لكل العلماء والخبراء والاسدزة بيعودوا يتكلمون فيها للنهار لا علاقة لنا بيها احنا واحنا ديه يعني الجماهير والشعوب بص على حاجة واحدة بس حياتنا اليومية ايه اللي يحسن حياتنا اليومية وبسرعة وكلمة بسرعة دي اصبحت ضرورة من ضرورات الحقيقة فيحكومة واحنا بتزبط واحنا بنخطط ماينفعش ننسى الناس اللي عايشة يومها بيومها وعليها اعباء وعليها التزامات مش هينفع تستنى عشر سنين وعشرين سنة لعدم الاوضاع تتحسن لان ساعتها هيبقوا هم اساسا راحوا والجيل اللي بعد كده هو اللي هيكلم بقى في انه استفاد ولا لا اه مهم ان احنا نزبط الاجيال الجديدة ونزبط مستقبل مصر بس مهم كمان ان احنا ما ننساش حاضر مصر ولا الاجيال اللي عايشها دلوقتي لانها لازم تعيش اشتركوا في القناة